اشتركوا في القناة على الاسئلة فبدون اطالة لنستمع الى هذا النص المسكن الشمسي ان مسجد قرطبة بنوافذه 365 وقصر الحمراء بالاندلس من الاثار التي تركتها الحضارة الاسلامية والتي استوحى منها المعماريون الحاليون في هندستهم العصرية لبناء المسكن الشمسي والتي تتمثل في توجيه المباني لتستقبل وتحتفظ بأشعة الشمس لأطول بدة ممكنة وبالتالي انتفاع أقصى بنورها ودفئها يمكن للتلميذ أن يستمع لأكثر من مرة لهذا النص ثم يحاول الإجابة على الأسئلة مباشرة لننتقل إلى جزء استمع وأجيب أول سؤال يقول عن ماذا يتحدث النص الجواب يتحدث النص عن مسجد قرطبة وقصر الحمراء في الأندلس السؤال الثاني ما هي ميزة المسكن الشمسي؟ الجواب ميزة المسكن الشمسي هي أنه يوجه لاستقبال أشعة الشمس ويحتفظ بها السؤال الثالث كيف يحتفظ بالحرارة بشكل أمثل؟ الجواب يحتفظ بالحرارة بشكل أمثل بالحفاظ عليها لأطول مدة زمنية ممكنة السؤال الرابع مما استوحى المعماريون الحاليون هذه الطريقة؟ الجواب استوحى المعماريون الحاليون هذه الطريقة من العمارة الإسلامية السؤال الخامس على ما يدل ذلك؟ الجواب يدل هذا على تطور العبارة الإسلامية في ذلك الزمان واهتمام المسلمين بفن العمارة السؤال السادس استمع للنص مرة أخرى ثم أذكر المنشآت المعمارية الواردة في النص الجواب المنشآت المعمارية الواردة في النص هي مسجد قرطبة وقصر الحمراء في الأندلس السؤال السابع ما هي العلاقة بين عدد نوافذ مسجد قرطبة والشمس؟ الجواب هو العلاقة بين عدد نوافذ مسجد قرطبة والشمس هي أن عدد النوافذ هو نفس عدد أيام السنة والتي تدل على أن المسجد يستغل ضوء الشمس ودفئها طوال السنة السؤال الأخير اختر عنوانا آخر للنص عندنا ثلاث اختيارات أول اختيار هو الفن العمراني الاختيار الثاني هندسة سبقة العصر والاختيار الثالث والأخير هو نور الشمس وأقرب جواب هو الثاني هندسة سبقة العصر بهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس الذي أتمناه أن يكون مفيدا لكم في الأخير لم يبقى لي سوى أن أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة لا تنسوا الاشتراك على قناتكم قناة التلميذ المتميز إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء